اشتركوا في القناة كل واحد يقول له انا هدي للمسيحيين المسيحيين ما ياخدوش اكتر من حقه ولا المرأة تاخد اكتر من حقها ولا الاخوان ياخدوا اكتر من حقه مفيش حد البلد كلها مصنومة والبلد وقع عليها كلها ظلم مفيش لا مسيح ولا مرأة ولا مسلم مفيش الظلم كان وقع على الجميع والنهاردة يعني عايزين نتوقف على انتهاز الفرص وضم مغانم في اوقات ما هيش ما هيش في وقتها وكل واحد يعمل مصلحة شخصية لكن انا نفسي حد يطلع ويتكلم عن المصلحة الفعلية للبلاد ازاي نطور بلدنا ازاي هنشتغل ازاي هنشغل الشباب البرنامج الفلاني هيبدأ من اليوم فلاني اليوم فلاني هيشغل كام شاب المصنع الفلاني هيفتح المصنع الفلاني هيحصل فيه تطوير الارض الزراعية الفلانية هنعزرع مية الف فدان في الحتة الفلانية هنروحوا لها الشباب ويشتغلوا فيها مفيش عمل كله بكلام في الهوى مفيش حاجة سابتة مفيش برنامج واضح عايز ارجو من الفريق شفيق وانا اعرف ان هو راجل دولة وراجل قيادة ويعي ماذا اقول وفيه حاجات كتير ممكن تتدرس وممكن تتنشر على الشعب وممكن الشعب يتلفح حولها ونخلص من الهرج والمرج اللي موجود في الشارع ونبقى حطين رجلين على اول الطريق التنمية طريق النجاح الطريق اللي صلح بلدنا ونستفيد كلنا وتطلع البلد لاحسن حال احنا النهاردة زي ما قلت قبل كده ان احنا عندنا صروة معدنية تقدر بمليارات المليارات بتليرينات المليارات كمان لكن الموضوع المشنهيبة ده دي حاجات مقدرات ربنا خلقها عندنا لينا وللاجيال القادمة فلازم نحافظ عليها نعمل حساباتنا ازاي وازاي 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 ننظم هذه الصروات ازاي نحافظ على شبابنا ازاي ما نوردش شبابنا ازاي الحريات وتنمية الحرية وتنمية المجتمع وبرامج تعليم وتسقيف الشعب سياسيا عشان ما يبقاش كل واحد يبيع ويشترى فيه كل واحد ييجي يديله شنطة ياخد صوته ازاي كل ده مفروض في خلية نحلة دلوقتي بتشتغل لتوعية الناس في المجتمعات الفقيرة والمجتمعات الريفية والمجتمعات العشوائية عشان الناس تنزل تنتخب لو الناس امتنعت عن التصويت هتبقى كارثة كارثة واحذروا الاخوان المسلمين انا احذر واحذر واحذر الاخوان المسلمين اسوأ نظام واسوأ ناس ولا يهمهم في النظام الا الحفاظ على مصالحهم الشخصية وجايين جعانين شحاتين مش لقيين خلاص هياخدوا اكتر من حقهم ولن يكون هناك عدل اجتماعي في عصر الاخوان المسلمين لن يحدث العدل الاجتماع هيبقى بينهم فقط لو انت بقى مش من الاخوان المسلمين ملكش العدل ولا اجتماع ولا ليك رقابة ولا ليك اي حاجة وليك ان انت ممكن تخش في السجن وهم يحسبوا كل الناس وقالها محمد مرسي اللي انتخبوا شفيقها دوس عليهم بالجزم يعني رجاءا الناس تعي وكل الناس تنزل تصوت وتأدي دورها ودي امانة على كل مسلم ولا تفرطوا في الامانات يعني وقدوا الامانات الى اصحابها ايا كان بقى اصحابها اللي معترض على شفيق يقرر معترض على شفيق ليه وهيدي الاخوان ليه ويشوف مساوئ الاخوان ويشوف مساوئ الشفيق والاخوء الافضل يديله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة